داخل دكان صغير تعيش فاطمة مع أطفالها حياة نزوح ولا تعرف شيئا عن الإنترنت تقنية الاتصالات عبر الإنترنت هي حلم صعب المنال بالنسبة لفاطمة التي تعيش في فقر شديد يمنعها عن الحصول على الإنترنت ما نقدرش نحصله من فقرنا خمسة معاقين وحالتي بالدكان فقير ما قدرش نصله نشتوحنا بس ما قدرش نصله نشتوح التي يكون لأبو حق تقاريح العلاقات لأبو حق يكون يرسلوا لي يعملوا لي سكة وإذا قدرنا لكم ما لش هذا معي ملايين الأسر اليمنية تعاني من صعوبة الوصول إلى الإنترنت خاصة في المناطق الريفية فيما جميع اليمنيين محرومون من تقنيات الإنترنت السريعة بسبب تدهور قطاع الاتصالات في البلاد حيث لا يزال أغلب اليمنيين يستخدمون تقنيات الجيل الأول والثالث للإنترنت وهي تقنيات لم تعد مستخدمة في معظم الدول المجاورة شعور صعب ما يكون الناس يعني بتطور وبهذا وإحنا قالسين مكان إحنا والوين إكس وقالس تدور لك صورة من طاقة لطاقة من مسمو من شارع لشارع تدور شبكة روحنا القرى بالعيد ما فيش إنترنت تماما ما تقدرش نحمل صورة بالواتس أب أول ما يرسلوا صور من الخارج أو أصدقان بالخارج بسرعة فائقة يرسلك من بالميجا أو بالقيجا أفلام يرسلك أو فيديو أو كتب يرسلك بالقيجا وأنت مش قادر ترسل حتى صورة بالكيلو بايت أنا استعملت التلفون لها درما تحصل واحد يعني يفهم بو معو نيت هذه الأيام أصغالي عندنا ما يوصلش لحالة الفقيرة الضعفة اليوم ما بش معهم بلتسلط ما يوصلش مش قادر يشتري تلفون أو يعني يدخل بالنيت أو كثير ناس مسؤولون حكوميون قالوا بأن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لضعف الاتصالات والإنترنت في خطوة لمواكبة أهم أشكال التحضر التي تنعكس على تطوير الأسر والتخفيف من معاناة المواطنين في التواصل والحصول على المعلومات التوجه بشكل عام أنه يوجد فعلا الآن محركات جديدة للاتصالات للباح أيضا وجود شبكة اتصالات وشبكة انترنت جديدة بدأت الآن موبيدة في مناطق الشرعية في بوابة عدن وإن شاء الله تعمم وتغطي بقية المناطق الغير محررة وتسببت الحرب الحاصلة في البلاد بحرمان الكثير من المناطق السكنية من الاتصالات والإنترنت فيما تشير تقديرات وزارة الاتصالات في صنعاء إلى تضرر نحو 248 برجاً للاتصالات خلال أول ست سنوات من الحرب تراجع خدمات الإنترنت في اليمن سبب تراجعاً معرفياً عند بعض الأسر وجعلها تعتمد على الطرق التقليدية في الحصول على المعلومات رغم أننا نعيش في العام 2022 مجد الدين شكري خناة الحرة تعز